وكما هو معلوم بات الأنترنت ساحة رئيسية للأحداث التي تشهدها بلدان عربية هذه الأيام وكان المصدر الرئيسي للاحتجاجات في تونس لحظة انطلاقها نبعو مشاهدينا معا للتواصل مع الحرة عبر موقعنا على شبكة فيسبوك facebook.com.alhura أيضا يمكنكم زيارة موقعنا www.alhura.com طرحنا السؤال التالي هل تعتقد أن هناك تحولا حقيقي نحو الديمقراطية والحرية العامة في تونس يقول ظاهر سعد أعتقد بداية الانفلات أما ثامر علي ديزاي فيقول كل الشعب العربي يتابع شعبنا العزيز في تونس ونسأل الله أن تنجح الثورة وكون قدوة للشعوب الحرة وإني أعتقد هناك تحول مونيا جسمي تقول ما زال الوقت مبكرا ونخشى الانتكاسة وعودة التجمع بقوة وانتقامه من كل ما صار تقصد طبعا حزب الرئيس التونسي المخلوع التجمع الدستوري الديمقراطي كما طرحنا سؤالا آخر وهو هل أنت مع مشاركة شخصيات من التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة التونسية الجديدة مصطفى محمد يقول نعم أما معز المتلوتي فيقول لا وألف لا نحن لن نقبل بأي عضو من التجمع الدستوري وسنواصل الانتفاضة من شمال البلاد إلى جنوبها من أجل تونس الحرة تحية تونس أخيرا يقول معز عيسى أنا ضد بقاء أي من أعوال النظام السابق أولهم الغنوشي اشتركوا في القناة